بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الصالحون مقولة مشهورة عند العلماء وأخذوها من عبد الله بالمسعود رضي الله عنه وأرضاه وهذه المقولة هي الحي لا تؤمن عليه الفتنة من كان مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحده وإذا الإنسان انتكس أو ترك دينه فإنما هذا بسبب الفسق والمعاصي التي تراكمت على القلب فجعلته مظلما أسودا لا يرى الحق بل إنه يشمئز ويتضايق من النور لذلك إذا رأيتم مشهورا أو عالما انتكس عن الدين فلا تغتر ولا تخلق لنفسك مبررات بأن ننظر هؤلاء ناس هذه كانت محجبة ومشهورة وتركت الحجاب وهذا شيخ دين مشهور انتكس فيقول لنفسه إذا هؤلاء انتكسوا فما بالك بأنا الإنسان البسيط العامي فيبرر الانتكاسة والهروب من الدين بأن غيري تركوا الدين غيري لم يلتزم بالدين دائما أكرر هذه المعلومة وهذه المقولة وهي في علم النفس يقولون كل مجرم يخلق مبررات لإجرامه لإراحة ضميره المرتشي في الإدارات الحكومية يقول في نفسه عندما تسأله لماذا تأخذ الرشوة يقول لك يا أخي البلد كلها منهوبة لم تقف علي أنا ولكن الحقيقة أن عند الله يوم القيامة ستقف وتسأل الحلال حلال والحرام حرام لا مبررات الله وعد المتقي الذي يترك الحرام لوجه الله أن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلماذا لم تصبر ولم تثق بوعد الله لك لماذا قدمت الحرام على وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولكننا نحن من نظلم أنفسنا وكان الإنسان عجولا عندما ترى هذه النماذج والحمد لله هذه بشارة لنا يا أخوات أن الأعداد قليلة ونادرة جدا كل كم سنة يخرج علينا واحد ثم يتصدر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي وانظروا إلى تعليقات الناس سبحان الله هذه الأمة أمة حق وأمة خير وأمة دين حقيقي تجد كل التعليقات 99% من التعليقات لمرأة مثلا رمت حجابها مشهورة الله يهديها لماذا رمت الحجاب هذا خطأ هذا حرام المفروض أنها تصبر المفروض أنها تتق الله أنها تخاف على مستقبلها يوم القيامة الدنيا ما رح تنفعها بشيء الدنيا ستنتهي ستموت ستترك تعليقات بحر عندما ينحرف أحد المنتسبين إلى التدين تجد العالم في التعليقات كلها تستنكر وتتعوذ بالله من الانتكاس ومن انقلاب القلب شيء يثلج الصدر سبحان الله والله عجيب يا أخوة يا أخوات على قدر هذه الفتن التي تبث ويعني تغزون ليلة نهار من شياطين الإنس إلا أن المسلم في هذا الزمن فعلا ترى أمر هذه معجزة بالله عندما ترى كل هذا الضرب وكل هذه المؤامرات وكل هذه يعني الفتن ولم يستطيعوا أن يخترقوا الإسلام عجيب تعرفون لماذا لأن المسلم في قلبه لا إله إلا الله المسلم في قلبه النور فإذا اتجه إلى المعاصي وانسحبه إلى هذه الفتن مباشرة يشعر بالاكتئاب والضنك والضيق والبحشة والظلمة فيعود مباشرة إلى النور لا يستطيع أن يعيش لا يستطيع أن يحيا في هذا الظلام مستحيل الشاب ينحرف بسيطا فترة ثم يرجع لو لاحظتم سبحان الله هذه ملاحظة دائما يعني ألاحظها عندما أتابع فيديوات إعلان الإسلام يعني إنسان غير مسلم يريد أن يعلن إسلامه فسبحان الله يعني الغالب الغالبية العظمى إذا ناطق الشهادة يبكي لماذا هذا البكاء لأنه استقبل النور الدين الوحيد على وجه الأرض الذي يهتز الإنسان عند الدخول به ونطق لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الإسلام بكاء لماذا؟ لأنه استقبل النور عاد إلى الله عاد إلى الفطرة السليمة وجد ربه هم يعرفون بداخلهم أنه هذا هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال نرجع إلى النقطة الرئيسية إذا وجدت إنسانا انحرف أو انتكس فاحمد الله على العافية واقتدي بمن مات عندنا ألوف مؤلفة من العلماء والعباد والزهاد والأتقياء الأنقياء عندنا آلاف مؤلفة من الأولياء والشهداء الذين ضحوا بأموالهم وأهليهم وأرواحهم من أجل الله سبحانه وتعالى من أجل هذا الدين أترك كل هذا التاريخ وكل هؤلاء يعني ماتوا على الثبات ماتوا على الحق ماتوا على الدين ماتوا على الإيمان على النور أترك كل هؤلاء وأتأثر بإنسانه نزعت حجابها أحد العلماء انتكس انحرف الله أعلم ما هي السريرة التي بينه بين الله التي أوصلته إلى هذا إلى هذا الحد انتكس ندعو له بالهداية ونسأل الله العافية أنت الموضوع واحد فلا نخدع أنفسنا يا أخوة يا أخوات لا نخدع أنفسنا الذي يريد الحجج والمبررات للتنصل من هذا الدين لاتباع هواه والمعاصي فنقول له أنت ستقف يوم القيامة أمام الله وحدك والله سبحانه وتعالى عليم وحكيم ما في أحد يخادع الله سبحانه الطريق واضح والحلال بين والحرام بين قال نبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وبشركم الخير والفضل باقي والدين الإسلام هو الآن الدين الأول انتشارا في العالم وهو الدين الوحيد على هذه الأرض الصافي الصحيح الخالص نعبد إلها واحدا أكبر أعظم السماوات والأرض قبضته هو الجبار هو المحيط هو الخبير هو الذي يعلم السر وأخفى ما من ذرة في ملكوت السماوات والأرض إلا يحيط بها سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية فاثبتوا إخواني أخواتي فإن الوعد الجنة أثبتوا فإن الدنيا فانية والأيام سريعة والوقت يمضي وكلنا سنصل إلى الموت كلنا سنذهب إلى العالم الآخر فإياك أن تخسر الله إياك أن تخسر الملك الأعظم الأمان النور قال تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا تضحي بآخرتك ولا تضحي بحب الله لك النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بحالي أنا وأنت لا ننسى هذا الدعاء لا ننسى هذا الدعاء كرروه دائما نسأل الله العظيم رب العرش الكريم الثبات على الحق والنور إلى يوم أن نلقاه ونسأله جل وعلا حسن الخاتمة اللهم يا مقلب القلوب يا الأبصر ثبت قلوبنا على دينك اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك ولا هداية لنا إلا منك اللهم نحن العبيد الضعفاء الأذلاء تحت كرمك وفضلك ويدك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نحن العبيد اللهم نحن العبيد اللهم نحن العبيد اللهم نحن العبيد